بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وخلاقي وحلزي ومومني إليك عباد الله أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حياتكم القرآن نحنكم القرآن دماؤكم القرآن عصبكم القرآن عربكم القرآن دنياكم والقرآن آخرتكم القرآن العظيم سبب عدكم القرآن العظيم سبب نفعتكم عباد الله القرآن العظيم لو جعلتموه خلفكم كنتم في ذلة وفي مسكنة لأنه حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تطرقوا وحبل الله دينه وقرآنه المجيد في أظهر أقوال المفسرين عارم وأي عارم أن تدخل الإنكليزية على وجهها كأن ما قد تعلمتها على أهلها ومن ولد راضعين لحروفها وآدابها عارم عليك أن تبقل لغة ولغتين وثلاث لغات من لغات الأعادة ولا تستطيع أن تقيم لغتك العربية في جملة راحبة يفهم منك الفاهم بيانه ويسمع منك الفصيح بلاغة عارم عليك أن تبع سبب عزته وتتمسك بأسباب تلتك عارم عليك فهذا لا يدله إلا على فسولة الرأي ولا يدله إلا على طنص البصير عارم عليك أن يكون كتاب الله جل وعلا عندك في بيتك وبين يديه قد علاهم غباط عارم عليك أن لا تقبل على كتاب الله إلا إذا أصابتك المصير وإلا إذا ألوي منك خلف الظهر الضراع عارم عليك أن لا تعود إلى الله إلا إذا مرضك عجز عارم عليك أن لا تنتفت إلى نعمة الله عليك عارم عليك أن تجعل القرآن خلفك ظهرية ثم لا تنظر فيه مصبحا وممسيا عارم عليك أن لا تكون فاقعا لسورة قصير في كتاب الله جل وعلا عارم عليك أن لا يقوم نسانك لكلام ربك جل وعلا عباب الله يمدف علينا أن نفيه ويمدف علينا أن نكون عاقلين يمدف علينا أن نكون واعين لأننا إذا لم نحرص إذا لم نحرص على صالحنا نحن فلن يحرص على صالحنا أعداؤنا وإذا لم نحن أعراضنا نحن فإنه لا ينتظر من أعدائنا أن يصور أعراضنا وإذا لم ندافع عن ديننا نحن فإن الله جل وعلا لن ينزل نصرة من السماء إلا إذا استبدلنا وأذهبنا ظاهرا وضافلا وإن تتولوا يستبدل قوما خيركم ثم لا يكونوا أمتالكم إلى متى ضياعكم إلى متى خلوعكم إلى متى جلكم إلى متى قعودكم إلى متى رقودكم إلى متى هذا السماء عباد الله والقرآن المجيد يطرع آذان القلوب في الصباح وفي المساء وما من مجيد والنبي يشكوكم إلى ربه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تفقروا في كتاب الله ولا تدعوا يوما يمر من خير أنهى الظروف القرآن ومن خيره ومن خيره فعفوك أنمني فجلو وأوسع إلهي أذبني طعم عفوك اشتركوا في القناة